ايه زي كم يا جميع عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات النص الثاني لشهر فبراير لعام 2021 لأصحاب برج الحوت برج الحوت عندنا خلال النص الثاني من فبراير هيكون فيه أجواء كتير مختلفة مطلع حقيق مطلع النص الثاني هيكون اللي هو مش شايف تغيير انا مش شايف حاجة الدنيا عادي فيه ايه لكن عندك بعد او النص الثاني بتاع الاسبوع الثالث هتلاقي فيه تغيرات مفاجآت فرص حقيقة ايجابيات كتير قوية هتبدأ تنقلك نقلة تانية فعلا هتلاقي حاجة مرة واحدة ضربت معاك ضربت حظ حلوة عندك مفاجأة حلوة دعم من الآخرين بيسندك في مكان او منطقة انت ما كنتش تتوقعها المسندة دي هتنقلك لمكان تاني عندك من الناحية المهنية لو انت شغال في مكان فعندك فيه ترقية فيه واو يعني حاجة حلوة قوي هتحصل فيه عندك فرصة الفرصة دي ليها علاقة بايه ليها علاقة بتحملك انت مسئولية او حد بيقولك خد ارمي العبء ده عليك الموضوع ده اتحمل مسئوليته من اول للاخر لكن بعد كده هتلاقي ان انت ايه ده ده حاجة كويسة لا ده انا كده وصلت فالمسئولية اللي انت بتتحملها تلاقي بعد كده فيه تميز هيجي من وراها وده فرصتها القوية عندك في خلال النص التاني اه ده رقول انت عندك من بعد يوم 18 في الشهر الوضع تماما بيختلف تماما بيختلف يا برج الحوت طيب برج الحوت كمان فيه الامور المهنية انت عندك اشخاص على قدم عندك اصدقاء قد ايه بيدعموك وناس كتيرة بتدعمك ومديرين في الوضع المهني بيدعموك الى ان انت عندك فيه ضغوط برضو ضغوط حد بيسببها لك حد بيحقد عليك حد بيحسدك حد بيحاول يتلعب في اوراقك فكون يقص جدا حد بيقولك طب خد امدي على ده اعمل اللي هو الامان الكامل اللي ممكن نديه لحد لا سيبه الكامل لكن انت لا فحاول على قد ما تقدر يا برج الحوت ان انت ما تبقاش عندك الامان والثقة في الاخرين خون كل الناس وده معناه على فكرة مش حاجة وحشة ده انت ما بتجيش الخيانة يا جدعان اللي من المقربين يعني حاجة صعبة فخلي بالك جدا طيب عامة ام برج الحوت عندك فيه موضوع او مشروع او فكرة انت ابتدتها او بتبتديها هيكون عندك تكميل لها وبتبص لها بايتمام وبتحاول ان انت تتفوق عليها وهيكون عندك ضر بتحظ فيها حلوة او عندك فيه حاجة ليه علاقة بالايه ده معقول مفاجأة حاجة كويسة خبر كويس عندك حاجة حلوة تيجي من حاجة انت لسه بتبتديها او كنت ابتدتها بس كملتها او في فترة تكملها انت برج الحوت الامور المادية عندك الامور المادية لو حاجة عارضها للبيع او الشراء او حاجة ليه علاقة على خلاف مادي او حاجة ليه علاقة باوراق قانونية او الكلام ده كله هيكون عندك ليها حل يعني فيه حل بس حاول على قد ما تقدر لو بيع او شراء يعني حاول انه ما يكونش في بداية النص التاني يعني حاول انه تخليها على الاسبوع الرابع هيكون فيه فرص حلوة كدا جدا في انك تشتري حاجة لقطة او تباعها حلوة يعني البع حلوة ترضيك من الاخر ده حاجة كويسة جدا لو عندك خلافات حاول على قد ما تقدر انك انت تتمسك بحقك وما تخليش ان حد يقولك طب ما نحلها ودي خلي بالك لان النقطة دي هيكون فيها تلاعب فيها تلاعب الا لما تكون انت يعني متمسك بحقك جدا انا نحلها ودي طب ما عنديش مانع بس هتلي حق الاول يعني احذر من ان انت تتنازل او ان فلان ده عشان تقوله لا انا هكبرك ومش عارفة ايه الحاجات اللي بتحصل زي كده دي فخلي بالكم قوي عامة وفي حاجة تانية تمسك بحقك فقط يعني لو عايز ان انت تضايق حق ده وتبقى عايز تقرس عليه لا انا هاخد حقي وهقرسك انت كمان في حقك ملكش دعوة ده عشان ما ياخدش كله كله ويروح لان فيه هيكون حالة من العند القوي لو انت جيت على حد هيكون فيه عند قوي انه ياخدك انت كمان خلي بالكم قوي والعند ده مش هتكونوا قدوا الفترة اللي جاية برج الحوت كمان فيه نقطة تانية مهمة انت عندك فيه مشكلة تخص حد من المقربين مشكلة قانونية مشكلة صحية مش تخصك انت تخص حد من المقربين هيكون ليه حل بس ليها عائد عليك يعني يعني الموضوع هيبقى فيه فرصة فيه حل فيه خروج من المشكلة بس هيكون ليه عائد عليك انت طيب عامة برج الحوت امورك العاطفية الامور العاطفية انت بتحب حد من طرف واحد مازال او انك بدأت انك تحب حد من طرف واحد جديد فيكون عندك اللي هو انشغال بال وعالم الخيال والكلام ده كله الى ان ده صوت يوسف فيلعب مش بيعايت ده لو سمعتوه مش عارف انا بسمعه ومعرفش البتاع ده ممكن يسمع ولا لا المهم يعني برج الحوت عندك برضو من الخيال والحاجات اللي انت بتعيشها دي انت كأنك بترسل اشارات للشخص ده تخاطر بقى والجو ده فانت بتخليه ان هو يتاجه لك ويبص لك واحدة واحدة وصبر كده ما تبدأش بخطوات تكون تخليك تخسر من البداية خليك كده تسئل وده هيخلي الشخص الاخر يبعث لك هو كمان اشارات فتبدأ ان الدنيا يحصل فيها تفاهم يحصل ان لغة العيون تتكلم فعندك ده هيكون موجود خلال الفترة اللي جاية يعني مش هيكون بشكل سريع لا ده ماشي بشكل خطوات طيب بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين يعني معناها ان هيكون في حب ولا مفيش لا وهيكون في حب وفي اعجاب انت عندك فرصة كبيرة جدا جدا على الاسبوع الرابع ان انت ملفت انت ملفت جدا وكمان في الاسبوع التالت انت عندك في حدث او في مناسبة او في شيء مهم جدا هيخلي العين عليك والعين عليك على فكرة مش كمان في امور عاطفية وبس المناسبة دي او الشيء ده او الحدث ده لو انت شغال في حاجة ثقافية حاجة اللي علاقة بالميديا القصة دي هيكون عندك ان انت بتدخل في حاجة جديدة العين عليك في موضوع مهني العين عليك في مشروع العين عليك في عاطفة العين عليك في حاجة قوية العين عليك في حسد يعني حاولوا تخلي بالكم جدا فدي نقطة مهمة او من حسد الدراسة برج الحود انت عندك في انشغال بالة بس حاولوا على قد ما تقدروا ان انت تكمل يعني في كتير من برج الحود انت عايز تسقف نفسك اكتر عايز تكمل حاجة اكاديمية عايز ان انت تاخد كورس مهم فمن ناحية الدراسة اللي لسه بتدرس او الناس اللي عايز تكمل دراسة خلي بالك جدا جدا لان انت عندك في انشغال بال بامور كتير مختلفة ومشكلة صحية لحد من المقربين لك او مشكلة لحد من المقربين لك فانت شاي الهم او حات الهم بس مش بتبين ده بتبين بس انك قوي وانك مش مشغول بحاجة من جواك ده كتير واضح او باين حاول على قد ما تقدر انك انت تبعد عن كل ده وتبدأ تتجه للشيء اللي انت عايزه لان الشيء ده يخرجك من الحاجة اللي هي التكمل الدراسة او الحاجة الاكاديمية او الكورس او الكلام ده كله ده يخليك ان انت تخرج من الحالة النفسية اللي مش حلوة لحالة ايجابية تبدأ تفكيرك وتبدأ دماغ تتبالور اكتر بنجاحات وان ان انت تتطفق على حاجات كتيرة وتكون شايف كتير من الايجابيات عامة برج الحوت الامور العاطفية بقى الناس المتجوزين برج الحوت الناس المتجوزين انت عندك فيه علاقاتها تبدأ تتحسن كتير وعلاقاتها تبقى ناجحة لكن عندك بعض المشاكل كده مع بعض الابراج زي مثلا الميزان الهوائي زي الحوت المائي زي مثلا من الابراج النارية برج الاسد شويتين فيه كده بعض الابراج اللي انت على خلاف معاهم او على ضغط شوية معاهم برضو انت عندك فكرة الانتقاضية شوية مع العزراء فمش افضل حاجة بس هيكون عندك ان انت بتحاول تحسن العلاقة دي بتحاول تحسن امورك المهنية امورك الحياتية عشان تعرف تدي في الوضع العاطفي عشان تعرف ان انت تكون مهتمة او تلاقي اهتمام بالنسبة ليه الامور العاطفية ليه الناس اللي انت كنت مثلا منفصل عنهم بس انت ما زلت مرتبط بحد يعني انت فصلت عن حد وارتبطت حاليا بحد بيجي في بالك كتير الماضي وبيجي لك في مقارنات وحاجات مش لطيفة كده وبتبدأ انك انت تتراجع بس حازر جدا لان الماضي ده بيعمل لك تخاطر وممكن يكون هو بيحاول يجذبك او يشدك ليه كمان خلي بالك من حاجة تانية ان الماضي ده ممكن ان هو يحاول يستفزك او يسير انتباهك عشان تركز معاه جدا 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 خلال الفترة اللي جاية ودي يعني نقطة لازم نخلي بالنا جدا لكن في حين غير ده انت عندك فيه تحسنات مع شريك حياتك اما بالنسبة للناس المنفصلين ساعات بتقول انا عايز ارجع وساعات لا بس الاكتر ان الماضي عايز يرجع لك جدا وعلى فكرة لو انت يعني عايز ترجع للماضي انت بيدك انك ترجعه بكلمتين حنينين هتعرف انك ترجعه اما باللغة الانتقاضية او الحساسية الزيادة ده هيكون صعب جدا انه يرجع لانه هيشوف ده شيء مش لطيف طيب عامة الامور العائلية عندك المشاكل العائلية هتتحسن هيكون عندك فيه دعم كبير من العائلة ليك هيكون فيه تحسنات في الامور العائلية وكمان من حيث الاصدقاء هيكون فيه اصدقاء مقربين مميزين وفيه اشخاص حاسدين بس المقربين هم اللي هيطيحوا بالحاسدين بعيد عنك فده شيء مميز جدا ليك عايزكم تكونوا متفقلين اول الايام اللي هتكون فيه خلال النص التاني مش هتكون افضل حاجة هتكون عادية يعني لكن بعدين هتبدأ فيه عندك تميزات ايجابيات عروض خلوء انك تخلص من مشاكل فالدنيا بتبدأ طروق جدا جدا من الاخر هنبدأ بقى نخش بقى في المرحلة الحلوة الاجابية التفاول كنوا متفقلين تفعلوا بالخير تجدوا برج الحوط التوقعات الاسبعين وبنتكلم عليه بشكل تفصيلي اكتر من كده ما تنسوش اللايك وشير القشاك في كنا وتفعيل الجرس سلام